اعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن المولدات الكهربائية في الاول قبل ما نتكلم عن المولد الكهربائي اخذنا قبل كده ان التدفق المغناطيسي فاي بي ساوي بي اي كوزين سيتا حيث ان البي اللي هي شدة المجال المغناطيسي الاي مساحة السطح السيتا اللي هي زاوية سقوط المجال طيب عشان نغير التدفق المغناطيسي التغير في التدفق المغناطيسي بينتج عن ايه بينتج عن ثلاث حاجات اللي هم موجودين في القانون اما تغير مقدار شدة المجال المغناطيسي دلتا بي زي ما خدناه في قانون فردي او تغير مساحة السطح زي ما خدناه في درس القوة الدافع الكهربائية الحسية في مجال منتظم اللي هو قانون الابسلوم بسو بي ال في او تغير الزاوية بين متجه المساحة واتجاه المجال المغناطيسي اللي هي تغير زاوية سقوط المجال ودلها ناخده في درس المولد الكهربائي اخذنا في السابق ان عند ادخال احد طرفي مغناطيس في ملف واخراجه بحركة اهتزازية مستمرة ايلا هيحصل سواء ادخلنا مغناطيس في ملف او اخرجنا مغناطيس من ملف ايلا هيحصل يتولد في الملف قوة دافعة كهربائية حسية تتغير في الاتجاه لو ادخال هيكون له اتجاه لو اخراج هيكون للقوة الدافعة اتجاه زيادة شدة المجال المغناطيسي داخل الملف عند الاتخال زيما اخذنا عند ادخال ملف بالزيد شدة المجال المغناطيس يحصل ان تتولد قوة دافعة كهربائية حسية في اتجاه حسب قاعدة لينز وكذلك يتولد تيار حسي اذا كانت الدائرة مغلقة طيب انقاص شدة المجال المغناطيسي لما اسحب المغناطيس بعيدا عن الملف برضو يولد قوة دافعة كهربائية بس في الاتجاه المعاكس وتيار كهربائي حسي اذا كانت الدائرة مغلقة حسب قاعدة لينز نركز على ان تردد القوة الدافعة الكهربائية الحسية او تردد التيار الكهربائي الحسي دائما بيكون مساويا او نفس تردد المجال المغناطيسي داخل اللفات تسأل بيجي سؤال موضوعي خدنا قبل كده الحركة النسبية وان من شروط تولد القوة الدافعة الكهربائية الحسية ان الموصل يتحرك في المجال المغناطيسي طيب وجد عمليا ان الافضل والاسهل احنا كنا بنقول في الحركة اما بنحرك المغناطيس والملف سابت او العكس او نحرك الاتنين مع بع وجد عمليا ان الافضل والاسهل هو تحريك الملف في المجال المغناطيسي الساكن يعني نخلي المجال المغناطيسي هو اللي سابت ونحرك الملف زي ما هنشوف في المولد الكهربائي والمحرك الكهربائي هنبدأ عاد في المولد الكهربائي اول حاجة هناخد تعريف المولد الكهربائي وهو نفس الوقت وظيفة او استخدام المولد الكهربائي من الشكل المولد الكهربائي هو جهاز يحول جزء من الطاقة الميكانيكية المبزولة لتحريك الملف في المجال المغناطيسي إلى طاقة قهربائية جهاز يحول جزء من الطاقة الميكانيكية إلى طاقة قهربائية في وجود مجال مغناطيسي طيب لو جينا قد نأت تركيب المولد الكهربائي من الأشكال اللي قدامه المولد يتركب من أول حاجة ملف يدور باستخدام طاقة ميكانيكية خارجي أدل ملف بعد كده مجال مغناطيسي منتظم هو الشكل ده الأقطاب ثلاثة حلقتين معزولتين مثبتتين حول محور دوران حلقتين اللي هم دول أو دول رقم أربعة فرشتان من الكربون أهم الفرشتان دول اللي موصلين بالمصباح أو الفرشتان موصلين بالجلفانو متر طيب لو جينا قلنا ما هي وظيفة الفرشتان من الكربون في المولد الكهربائي أو يجي لك على هي تعلل وجود الفرشتان في المولد الكهربائي يهم الدور بتاع الفرشتان بتوعاتي الكربون في المولد توصيل الملف بدائرة قهربائية خارجية تسمى دائرة الحمل بيوصل الملف بدائرة قهربائية خارجية بينقل القهرباء من الداخل إلى دائرة قهربائية خارجية تسمى دائرة الحمل بدو وظيفة الفرشتان فكرة عمل المولد الكهربائي هي هو فكرة عمل المولد الكهربائي من الشكل عندما يدور ملف مقوّن من عدد إن من اللفات في مجال مغناطيس منتظم فإن عدد خطوط المجال المغناطيس التي تخترق الملف تتغير وبالتالي بيحدث تغير في معدل التدفق المغناطيسي لما يحدث تغير في التدفق المغناطيسي تتولد قوة دافعة كهربائية حسية وتيار كهربائي حسي في الدائرة المغلقة الكلام ده اختصاره إيه هو دخلنا في ظاهرة الحس الكهرومغناطيس ولو جاء لك سؤال موضوع إيه فكرة عمل المولد الكهربائي أقول له ظاهرة الحس الكهرومغناطيس لما يدور ملف في مجال مغناطيسي فهنا عدد الخطوط المجال المغناطيسي بتتغير فيحدث تغير في التدفق المغناطيسي فتتولد قوة دافعة كهربائية حسية وتيار كهربائي حسي بشرط أن تكون الدائرة مغلقة أوضاع المولد الكهربائي أو شرح عمل المولد الكهربائي المولد الكهربائي دائما يبدأ فيه من الوضع العمودي في الوضع العمودي اللي احنا هنكون فيه الزاوية صفر زاوية السقوط المجال صفر عندما يكون مستوى لفات الملف عمودي إذن الزاوية بين خطوط المجال ومتجه المساحة تساوي صفر فالتدفق هنا هيكون قيمة عظماء سيتا بصفر كوزين صفر بواحد التدفق هيبه أكبر ما يمكن عدد اللفات في البي في الاي والكوزين صفر بواحد طيب بعد كده عند بدء تدوير الملف باتجاه وليكن مع عقار بالساعة الزاوية كانت صفر هتبدأت يا الزاوية سيتا بالتزايد لما تزيد السيتا إيه اللي يحصل للقوزين قوزين يقل قوزين سيتا تقل وهذا يؤدي إلى تناقص التدفق المغناطيسي في اللفات طيب بعد كده هيفضل يدور الملف باتجاه عقار بالساعة لغاية ما يوصل للوضع الموازي عندما يصبح مستوى الملف موازيا لخطوط المجال هنا هتتعامد خطوط المجال المغناطيسي مع متجاه المساحة يعني هتكون الزاوية 90 زي ما خدناه في التدفق وهنا قوزين 90 بصفر يعني التدفق هيساوي صفر الوضع الموازي بعد كده يبدأ يكمل الملف الدوران لغاية ما هنا يصل التدفق لقيمة عظمة سالبة لما تكون الزاوية كان مية وتمانين درجة وهنا التدفق هيبقى قيمة عظمة بس هنا تبقى سالب فال بعد كده هيكمل للميتين وسبعين اللي هو المستوى الملف هيبقى موازي فالتدفق يبقى بصفر لكده يكمل لغاية ما يكون يكمل دورة كاملة فالتدفق يكون قيمة عظمة وهكذا مع استمرار عملية الدوران وتغير الزاوية بشكل دوري وبتردد يؤدي ذلك إلى تولد قوة دافع قهربية حسية وتيار قهربي حسي في الدائرة المغلقة لها نفس التردد اللي احنا قلنا تردد القوة الدافعة هو نفسه تردد المجال المغناطيسي في اللفات علل يسمى التيار الحسي الناتج من المولد الكهربائي بالتيار المتردد ليه يسمى التيار الناتج من المولد الكهربائي بالتالي المتردد من الشكل ليه لأن هنا هذا التيار شدته تتغير لحظيا تتغير كل لحظة واتجاه يتغير كل نصف دورة هنا نصف دورة يبقى بالموجب ونصف دورة يكون بالسالب علل القوة الدافعة المتولدة في ملف الدينمو أو المولد خلال دورة كاملة تسوي صفر من الشكل ده قوة الدافعة القهربائية خلال دورة كاملة في المولد تسوي صفر لأن متوسط القوة الدافعة التأثيرية المتولدة في النصف الأول يبقى موجب واحد أو نعتبر إبسلون ماكس بالموجب قيمة عظمة موجبة وفي اتجاه مضاد لمتوسط القوة الدافعة التأثيرية المتولدة في النصف الثاني يبقى هنا سالب إبسلون ماكس قيمة عظمة سالبة فتكون محصلة المتوسطين بتساوي صفر ولذلك القوة الدافعة المتولدة في ملف المولد خلال دورة كاملة تساوي صفر استنتاج القوة الدافعة الحسية المتولدة في ملف المولد الكهربائي باستخدام قانون فردي عاوزين نستنتج القوة الدافعة القربية المتولدة في ملف المولد الكهربائي من قانون فردي الابسلون بيساوي سالب دلتفاي على دلتتي عندنا هنفق التدفق التدفق عبارة عن عدد اللفات في شدة المجال المغناطيسي في المساحة قوزين سيتا على دي تي هنا عدد اللفات سابت شدة المجال المغناطيسي بي سابت المساحة سابتة مين اللي بيتغير هنا الزاوية لانا قلنا تغير التدفق ممكن ينتج عن تغير الزاوية فاحنا هنا هنخلي اللي سبتين بره التغير يبسالب ن بي اي دي كوزين سيتا على دي تي السيتا دي اللي هي عبارة عن أمجة تي فقها بأمجة تي ونعوض بيها يببا الإبس بيسوي سالب ان في اي دي كوزين أمجة تي على دي تي لو احنا اشتقينا دي كوزين أمجة تي على دي تي اشتقها ازاي القوزين بنشتقه بسالب سين يببا هنا دل هنا ده سابت الأمجة سابت يببا نيجي نشتق هيببا سالب أمجة سين أمجة تي الأمجة انطلحها بره تببا سالب أمجة سين أمجة تي طيب تعال عاد ادي سالب هنا وسالب بره يضيعه يببا الإبس بيسوي الان بي اي ونضيف لها الأمجة وبعد كده سين أمجة تي يببا احنا هنا الإبسلون القوة الدافعة في المولد الكهربائي الان والبي والاي ونضيف لها الأمجة والسالب ضعم على السالب سين أمجة تي دا اللي هو القوة الدافعة القهربائية الحسية المتولدة في ملف المولد الكهربائي طيب من هذا القانون أو زين نعرف العوامل التي تتوقف عليها القوة الدافعة القهربائية الحسية في أي لحظة في المولد الكهربائي من القانون الإبسلون بيسوي البي في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السرعة الزاوية أمجة بارض مع القوى الدافعة علاقة ترضية زاوية سقوط المجال سيتا أو زاوية الدوران قوى الدافعة ترضيا مع سين سيتا فلو رسمنا العلاقة بين الإبسلون مع البي أو الان أو الإي أو الأمجة أو سين سيتا تطلع علاقة ترضية طيب لو جئنا أخذنا ما العوامل التي تتوقف عليها القيمة العظمى للقوى الدافعة القهربائية حسي إحنا من القانون قلنا الإبسلون بيساوي البي في الإي في الإن في الأمجة سين أمجتي اللي قبل السين ده هو القيمة العظمى يبقى بيتوقف عليه نفس العامل اللي خدناه فوق عدد اللفات إن ساحة قطح الملف إيه شدة المجال المغناطيس بي السرعة الزاوية أمجة وبرضه علاقة ترضية مع القيمة العظمى للقوى الدافعة القهربائية نشيل الزاوية لأن هنا يكون السين سيتا في هذه الحالة بواحد في القيمة العظمى يبقى مع البي مع الإي مع الإن مع الأمجة علاقة ترضية أوخذنا رسمنا العلاقة بينه أول حاجة التدفق المغناطيسي وزاوية سقوط المجال أو نأخذ في زمن ربع دورة مصد دورة ثلاثة ربع دورة دورة كامل لو اعتبرنا الزاوية بصفر تسعين بيه وتمانين تنو وسبعين تلتمية وستين زي ما أخذنا التدفق هو عبارة عن بي إي كوزين سيتا الكوزين صفر بواحد فإبقى التدفق أكبر ما يمكن ثم ينعدم عند التسعين هيكون أكبر ما يمكن بالسالب عند المائة وتمانين ينعدم عند المائة وسبعين أكبر ما يمكن موجب عند التلتمية وستين فيظهر بالشكل ده طيب لو رسمت العلاقة بينه القوة الدافعة و زاوية سقوط المجال برضو عند الصفر تسعين مائة وتمانين تنو سبعين تلتمية وستين هو الدافعة فيه المولد الكهربائي بتنتهي عند القانون اللي إبسون بيسوي P في E في N في الأمجة سين سيتا أو سين أمجة T فهنا سين صفر بكام بصفر هنا عدب تسعين أكبر ما يمكن بالموجب بالموجب مائة وتمانين بصفر بيتان وسبعين هتبه أكبر ما يمكن بالسالب تلتمية وستين هتبه بصفر يظهر الشكل ده التيار معه الزاوية أو الزمن اللي يمشي على القوة الدافعة يمشي على التيار لأن إحنا قلنا الـ I بيسوي الإبسلون على الـ R فعند الصفر هينعدم عند التسعين هيبه أكبر ما يمكن عند المائة وتمانين هينعدم عند المائة وسبعين هبه أكبر ما يمكن بالسالب عند التلتمية وستين هينعدم طيب آخر رسمة هناخد العلاقة بين دلتا فاي على دلتا تي معدل التغير في التدفق المغناطيسي بالنسبة للزمن مع الزاوية أو الزمن احنا خدنا أن العلاقة بين الإبسلون ودلتا فاي على دلتا تي علاقة ترضية ولكن في اتجاه معاكس فهنا عند الصفر هتبه بصفر عند التسعين كانت هنا القوة الدافعة أكبر ما يمكن بالموجب التغير هبه أكبر ما يمكن بالسالب عند الـ 180 بصفر نفيش مشك عند الـ 270 كانت القوة الدافعة بالسالب لا أتبه هنا هنا التغير أكبر ما يمكن بالموجب عند التلتمية وستين هينعدم فيظهر بعانه بالشكل ده وإحنا خدنا العلاقة بين الفاي أو الإبسلون أو الآي والدلتة مع دلتة تي مع الزاوية السقوط المجال أو الزمن طيب لو عملنا تلخيص للكلم ده أوضاع المولد لأنه ده بيجي يتكرر فيه أسئلة موضعية كثيرة نقولنا أوضاع المولد في عمودي في موازن الوضع العمودي هيبقى عندنا الزاوية صفر أو تلتمية وستين اللي يمشى على الصفر يمشى على تلتمية وستين والزاوية مية وثمانين الوضع الموازن عندنا الزاوية تسعين والزاوية متيان وسبعين تعالى ناخد الأول التدفق التدفق زي ما احنا خدنا في أول درس لما يقول لنا هنا عمودي يعني الزاوية بصفر أو مية وثمانين أو تلتمية وستين بيكون التدفق أكبر ما يمكن في حالة الصفر يبقى أكبر قيمة موجبة في المئة وتمانين أكبر قيمة سالبة بس هو أكبر قيمة الأكبر قيمة تمشي في التدفق في الوضع العمود أما في الوضع الموازي لو قلنا هنا القانون بتاع التدفق في قوزين قوزين تسعين أو قوزين ميتان وسبعين هيطلع الناتج بصفر فالتدفق لما يكون مستوى الملف موازي هيبقى هيكون منعدم أو يسوصف طيب القوة الدافعة الكهربائية إبسلون هنعكس الكلام عندنا احنا هنا صين صفر بصفر صين تلتمائة وستين بصفر صين ميتانين بصفر يبقى القوة الدافعة لما يكون مستوى الملف عمودي هينعدم أو يسوصفر طيب ويبقى يكون موازي القوة الدافعة هتوب أكبر ما يمكن بالموجبة في حالة الزاوية بتسعين وأكبر ما يمكن بالسالب لما تكون الزاوية ميتين وسبعين اللي قلنا اللي ينطبق على القوة الدافعة الكهربائية ينطبق على شدة التيار الكهربائي فلو هنا القوة الدافعة في العمود منعدمة تب شدة التيار الحسي برضو منعدم أو بيسوصفر طيب وفي الموازي هتوب أكبر ما يمكن برضو عندي التسعين زي الأولاني أكبر ما يمكن موجب عندي الميتين وسبعين أكبر ما يمكن سالب طيب معدل التغير في التدفق المغناطيس اللي هو دلتا على دلتته هو يمشي طرضي مع القوة الدافعة وشدة التيار الكهربائية ولكن في اتجاه معاكس هنا برضو هتوب منعدم في الوضع العمود في الوضع الموازي عند التسعين احنا قلنا القوة الدافعة والتيار أكبر قيمة موجب لا هنا هتوب أكبر قيمة بس سالبة وفي الميتين وسبعين القوة الدافعة والتيار كنا بنقول أكبر قيمة سالبة فمعدل التغير هيبوا بالعكس هيبوا أكبر قيمة بس موجبة فهنا خدنا أوضاع اللي هو المولد في العمود والموازي القوة الدافعة التدفق شدة التيار معدل التغير في التدفق المغناطيس مهم في الأسئلة الموضوعية ناخد القوانين الخاصة بالمولد القوة الدافعة القربائية الحسية في أي لحظة الإبسلون بالساوي البي في الإي في الإن في الأمجة صين أمجتي اللي قبل الصين كله ده اسمه إبسلون ماكس صين أمجتي الإن نزام احنا عارفين عدد اللفات البي شدة المجال المغناطيسي الإي المساحة الأمجة السرعة الزاوية التيار الحسي في أي لحظة هنقسم التيار الإي بيسوي إبسلون على الأر أو هنقول هنا إن إي بي أمجة على الأر اللي قبل الصين هو اللي أقسمه على المقاومة بعد كده صين أمجتي تنزل طب لو جغل لنا القيمة العظمة للقوة الدافعة القهربائية إبسلون ماكس إبسلون ماكس إبسلون ماكس اللي هو قبل الصين الإن والبي والإي والأمجة عدد اللفات شدة المجال المغناطيسي المساحة السرعة الزاوية لو جغل لنا القيمة العظمة للتيار الإي ماكس الإي ماكس بيسوي إبسلون ماكس على الأر أو الإن إي بي أمجة على الأر السرعة الزاوية اللي هي أمجة اللي أمجة بيسوي 2 باي إف والسرعة الزاوية اللي هو بوحدتها الرديان على الثانية اللي هي 2 باي إف الإف اللي هو التردد تعال نأخذ مسألة مولد تأمين المسألة بتاعت المولدات تبدأ بكلمة مولد مولد تيار متردد يتكون من ملف مصنوع من متيان لف عدد اللفات متيان مساحة كلا منها اللي هو الاي موجودة 0.001 وعطهاني بالمتر المربع جاهزة ومقاومته اللي هي الار 10 أوم موضوع ليدور حول محور بحركة دائرية منتظمة بتردد عطينا التردد 60 هرت داخل مجال مغناطيس منتظم شدته عطينا البي علما أن في لحظة صفر كانت خطوط المجال لها اتجاه متجه مساحة مستوى اللفات المطلوب أول حاجة استخدم قانون فردي لإيجاد القوة الدافعة القهربائية في أي لحظة في أي لحظة من دوران الملف يعني عاوز الابسلون وهنا في أي لحظة يعني هنا مش عاطيني الزمن فإحنا نعملها معادلة بدلالة الزمن طيب تعالنا نطبض في الأول أنا القانون بتاعي الابسلون بيساوي البي في الإي في الأن في الأمجة صين أمجتي هللاحظوا أن كل موجود ما عدا الأمجة الأمجة جيبها إزاي؟ عطينا التردد فأنا هجيب الأمجة في الأول الأمجة بيساوي 2 باي F نعوض 2 باي ضرب التردد بستين هيطلع معانا الأمجة 120 باي رديان على السن يبجي في الأول السرعة الزوية على جن بعد كده نعوض في قانون الإبسلون PEN أمجة صين أمجتي ونعوض البي عندنا خمسة المساحة 0.001 ضرب عدد اللفات 200 ضرب السرعة الزوية اللي جبناها 120 باي صين الأمجة 120 باي والنزل التزامهي لأنه ما فيه الزمن يقول لك في أي لحظة طيب بالآلة الحاسبة أحسب اللي قبل الصين ده بالآلة الحاسبة هيطلع معانا الناتج 120 باي والنزل ده زمه هو الصين 120 باي تزامهي لأنه ده معادة بدلالة الزمن في أي لحظة ما يطلعش ما نقولش وحدة لأنه لسه ده ناغص فكده هيبوا بدلالة الزمن القوة الدافعة بدلالة الزمن المطلوب التاني اكتب الصيغة الرياضية للتيار الحسي بدلالة الزمن أو في أي لحظة يعني برضو مش هيطلع أرقام طلع معادلة باوزين الآي الآي هي عبارة عن الإبسلون على الأقر الإبسلون هنا هنقول إياه 120 باي صين 120 باي تي طيب مين اللي هكسم على الار اللي قبل السين زي ما احنا قلنا هنكسم 120 باي على العشرة وننزل سين 120 باي تي زي ما هي يبوا 120 باي على عشرة هيطلع معانا الناتج 12 باي وننزل كلمة سين 120 باي تي طيب نأخذ المطلوب التالت على نفس المسألة احسب القيمة العظمى للقوة الدافعة الكهربائية إبسلون ماكس إبسلون ماكس اللي هو بعبارة عنها البي في الإي في الإن في الأمج ونعوض البي بخمسة المساحة 0.001 عدد اللفات ميتين الأمجة زي ما حسبناها 120 باي هنا هيطلع رقم تطلع القيمة العظمى للقوة الدافعة الكهربائية 120 باي وهنا الوحدة فلط دال احسب القيمة العظمى لشدة التيار الاي ماكس الاي ماكس بيساوي إبسلون ماكس على المقاومة الكهربائية الابسلون ماكس 120 باي على عشرة هيطلع معانا مقدار القيمة العظمى لشدة التيار 12 باي أمبير كده نكون أخدنا درس المولد الكهربائي واخدنا مسألة عليه وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر